ما رأيك في كلام الناس؟ والله الناس كالعادة منقسمين في موضوعين في ناس يقولون أنه ممكن الاختراق بمجرد الرابط وبعضهم حتى أكد أنه صارت عليه حالات وأنا متأكد أنه كل اللي صار هو عملية احتيال هو تجاوب مع رابط وليس اختراق وليس اختراق هو تجاوب مع في الغالب أنه أعطاه كلمة اسمه مستخدمه كلمة السر أعطاه كلمة السر المؤقتة أعطاه رقم هوية أعطاه رقم حساب أعطاه رقم بطاقة مثلا صراف كل هذه المعلومات أعطاه هي وممكن أعطاه هي على فترات متباعدة لكن في النهاية هي معلومات وفرها لها المستخدم وليس اختراق لو كان اختراق لو كان رابط فيه يستطيع أن يخترق بالطريقة هذه ترى التأثير أكبر بكثير مما ممكن نتخيل يتخيل أن عندك رابط ممكن يخترق جميع الأجهزة بمجرد الضغط عليه هذا الرابط سيكون أزمة ممكن تكون أزمة لها صداء عالمي ليس شيء سهل أنك تخترق الأجهزة من مجرد رابط